يواصل معرض القاهرة الدولية للكتاب فتح أبوابه لاستقبال الزائرين في دورته الرابعة والخمسين يشارك بالمعرض مئات النشرين من المصريين والعرب والأجانب من 53 دولة حول العالم في تمام الساعة العشرة صباحاً فتح معرض القاهرة الدولية للكتاب أبوابه لاستقبال الزائرين في دورته الرابعة والخمسين والتي تقام بمشاركة نحو ألف وسبعة وأربعين نشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من ثلاث وخمسين دولة حول العالم كما تحل المملكة الأردنية الهاشمية قضيف شرف للمعرض هذا العام تشارك مكتب تسكندرية في النسخة أو الدورة الأربعة وخمسين من معرض قاهرة الدولة للكتاب بجناحين أحدهم شرفي للعرض وآخر للبيع من خلالهم بتقدم مكتب تسكندرية لجمهور المعرض أكتر من خمسمية وخمسين عنوان من أحدث وأبرز إصطراط مكتب تسكندرية احنا بنقرخ طريق مصر عن طريق المسكوكات إما العملات التسكرية أو المديلات التسكرية اللي بتنتجها المصلحة ودى المنوب بها قدر سك مصلحة خزانة عامة وسك العملة على مرة العصور الحمد لله بل المعرض مختز جدا ومختلف الفئات ومختلف الشباب ورجال والشيوخ مختلفة جدا أقبال كبير جدا في هذه السنة بالتحديد وتنظيم المعرض رائع جدا والناس يعني مبسوطة بالمعرض وأجواء حلوة كأول معرض أحس براحة نفسية كتير جدا هنا في مصر أقبال كبير من الزائرين لشراء الكتب والتمتع بالفاعليات الثقافية والتي تصل إلى خمسمائة فاعلية ثقافية متنوعة ترسخ الهوية الثقافية المصرية تحقيقا لمحور الثقافة في الجمهورية الجديدة تنظيم هو الخدمات كلها الموجودة متوفرة جيدة الدخول كان سالس موجودة أي مشكلة لأ كان التنظيم تمام أحسن من السنين اللي فاتت والسنة جايب أفضل وأفضل إن شاء الله ماشاء الله في الدول العربية حاضرة كل دولة حاضرة بالمعرض بتاعها حاجة مشرفة يعني لمصر والله جبت حاجات كتيرة واشتريت كتب والمعرض كان جميل وحسيت بيه إنه هو متغير أول لأول على السنة اللي فاتت حضرت ندوة في الشعر في الدورة انلاكت جميلة جدا والله أنا مبسوط الصراحة بالمعرض وبحب ده ما نجل معه عشان حاجات الجميلة دي السنة دي بصراحة أفضل بكتير يعني وقاذ القاع وكله مجهز وكل جانب لوحده يعني وشايفين يقبال عربي كبير كمان موجود في المعرض عندنا السنة دي ورط متتالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تؤكد على الريادة الحضارية المصرية وتعبر عن شغف المجتمع بالمعرفة والاطلاع على أهم وأحدث العناوين في مختلف المجالات إلى جانب المشاركة في الفعاليات المتنوعة المصاحبة للمعرض في دورته الرابعة والخمسين جرمين إبراهيم التلفزيون المصري